بضعة ايام قد يحتاجها سائق الشاحنات للعبور عبر الحدود الفرنسية بحسب الحكومة البريطانية بعدما استؤنفت خدمات السكك الحديدية والجوية والبحرية بين المملكة المتحدة وفرنسا وتواجه الشرطة البريطانية حالة من التوتر وصلت الى اشتباكات مع السائقين الغاضبين العالقين على مدار يومين على الحدود الفرنسية والتي اغلقت بسبب اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا ومع تجديد الاغلاق في معظم مناطق بريطانيا والغاء التخفيف الذي كان مقررا اثناء عطلة الكريسماس او اعياد الميلاد بات من الصعب على السائقين قضاء عطلة الكريسماس مع ذويهم اذا تأخروا في اجراء اختبارات الفيروس ليتمكنوا من العبور وهو امر سيستغرق بضعة ايام حتى يستطيعوا افراد الجيش البريطاني المشارك لتواقم القطاع الصحي في اجراء الاختبارات على الالاف من السائقين في ميناء ووفقا للارقام الرسمية فقد تجاوزت حالات الاصابة بفيروس كورونا مليونين ومائة الف مصاب في بريطانيا بعد زيادة مطالدة في عدد الوفيات في الايام الاخيرة وقام سكان لندن بتخزين ما يمكنهم من السلع الغذائية تخوفا مما هو قادم ان السلالة الجديدة معدية اكثر بكثير من سابقتها ويتعين علينا القيام بالتخزين واعتقد ان الناس سيصابون بالذعر ثم الذعر ان الامر ايضا يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بالفعل السلالة الجديدة والخروج النهائي لبريطانيا من الاتحاد الاوروبي مع رأس السنة وبدون اتفاق حتى الان يضع بريطانيا في مستقبل مظلم ومجهول مع اكبر ازمة تواجهها منذ الحرب العالمية الثانية